فما هنأ فاضلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف هنأ الرئيس عبد الفتح السيسي والشعب المصري والأمتين الإسلامية والعربية بمناسبة حلول عيد الأطحى المبارك أعده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والأمن والسلام واليمني والبركات وفي بيان أكد شيخ الأزهر أن هذه المناسبة العطيرة ستظل رمزا للتضحية والفداء والامتثال لأمر الله عز وجل ودع المسلمين لإحياء هذه المناسبة المباركة بتعظيم شعائر الله والتقرب إليه بالطاعات والعبادات والأعمال الصالحة